ونبقى في الشأن السوري حيث تواصلت الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بين جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ومقاتلين التابعين للجيش الحر وتأتي هذه المعارك في وقت يسعى في الجيش الحر لتحسين صورته في الخارج وتسعى دول إقليمية لتصدير صورة الغرب أن الجيش ومقاتله يقفون في وجه تمادد المجموعات التكفيرية المتطرفة في سوريا على طول عامين ونصف العام من عمر الأحداث في سوريا شكلت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش الملف الأكثر إثارة للجدل بين المعارضة المسلحة وما أن يخف الحديث عن تلك الجماعة حتى يتجدد بقضية تطفو بسرع على السطح ويتجدد معها البحث في هوية المسلحين وعلاقاتهم بالتنظيمات المتشددة الأخرى ومن بينها جبهة النصرة وتتزامن هذه الصراعات مع تصاعد الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة المعارضة ضد دولة الإسلامية وأنصارها مقابل دعم فصائل الجيش السوري الحر وتتضارب الروايات حول حقيقة علاقة داعش بالشارع في مناطق سيطرة المعارضة ففي وقت يعتبر البعض أنها صاحبة فضل كبير في السيطرة على مطار منغوة في معارك الساحل ودير الزور يصفها آخرون بالجماعة الدكتاتورية وتعتبر الجماعة أي فصيل في الجيش الحر من الكافرين وقد قامت في وقت سابق باعتقال سرية تابعة لكتائب الفاروق في المدينة بسبب مشكلة قديمة عند معركة معبر تل أبيض وبدورها نفت كتائب الفاروق للتهمات وذكرت في بيان أنها ستلجأ إلى الصلح لكن من دون استبعاد خيار المواجهة تحت شعار الدفاع عن النفس عند استنفاذ كل فرص الحل وتشن جماعة الداغش منذ الجمعة الماضية حملة عسكرية تستهدف عناصر الجيش الحر في ريف حلب الشمالي بتهمة العمالة للنظام السوري ويرى محللون أن جبهة النصرة هي الرابح الأكبر من التوترات بين داغش وباقي الختائب المقاتلة برغم أن التنظيم السلفي لم يدل بدلوه في هذه المعارك إلا أن صمته شكل عاملا يرجح كفته في المقابل يرى محللون آخرون أن المعارك التي يأخذها مقاتلو الجيش الحر في مواجهة هذه الجماعات التكفيرية المتشددة والتي تصاعدت في الأونة الأخيرة تأتي في إطار المحاولات التي يقوم بها الجيش ودعموه الإقليميون والتي تهدف لإظهار الجيش الحر بصورة القوى الديمقراطية العلمانية التي تحارب الجماعات التكفيرية المتشددة وفي سورة تساعد كثيرا في الحصول على الدعم الغربي وخاصة من الأسلحة المتطورة التي يعتقد أنها قد تساعد على تعديل موازين القوى على الأرض بين المجموعات المسلحة والجيش النظامي السوري ولا يزال المشهد مرتبكا وخصوصا في الحسكة عيث لا يزال الاحتقان هو سيد الموقف بين النصر والكتائب السلفية من جهة وبين وحدات الحماية الشعبية الكردية من جهة ثانية وهي حال تنسحب على ريف حلب اشتركوا في القناة